الجيش الشعبي الجزائري يعلن السبت عن كشف مفرزة تابعة له ببرج باجي مختار على شريط الحدودي المحاذي لمالي مخبأ للأسلحة والذخيرة وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية حول الموضوع إن المخبأ عثر فيه على كميات من الأسلحة والذخيرة بينها مسدسات ورشاشات من نوع كلاشينكوف وبنادق من نوع سيمونوف نصف الآلية إضافة إلى عدد من البنادق الأخرى المختلفة وعشر قنابل يدوية وأربع قذائف صاروخية وعدد من الحشوات التي تحتاجها كما يحتوي المخبأ يضيف البيان على ثمانية مخازن ذخيرة خاصة بالمسدسات الرشاشة من نوع كلاشينكوف ومسدسين للرشاش الثقيل عيار 12.7 مليمتر وجهاز إرسال واستقبال بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 1432 طلقة من مختلف العيارات وفق البيان وأدرجت وزارة الدفاع الجزائر ذلك في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود مؤكدة أن الكشف تم بعد عملية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باج مختار بإقليم ناحية العسكرية السادسة مؤكدة أن العملية التي وصفتها بالنوعية تنضاف إلى سلسلة النتائج المحاققة ميدانيا وتؤكد حرص قوات الجيش الجزائري المرابطة على الحدود على الحفاظ على سلامة التراب الوطني الجزائري وإحباط كل محاولات تسريب الأسلحة أو المساس بالأمن واستقرار الوطن وسبق لمفارز الجيش والدرك الجزائريين تنفيذ عمليات مشابهة في مناطق مختلفة من البلاد أبرزها الحدود مع ليبيا وتونس إضافة إلى ولايات الجنوب الجزائري كما نفذ الجيش في سياقه ما يسميه محاربة الإرهاب العديد من العمليات التي قتل فيها واعتقل عدد من قادة ومنتسب المنظمات الموصوفة بالإرهابية ونفذ عدد من المناورات تحاكي تنفيذ عمليات مشابهة وقد حضر بعضها رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح والذي يبدأ الأحد زيارة تفتيش تستمر أربعة أيام إلى الناحية العسكرية السادسة التي نفذت فيها العملية الأخيرة